تحديد نوعية الصبغي بالاعتماد على الهجرة الكهربائية سوف نأخذ الوطني في 2004 و سوف نأخذ الوطني في 2004 سوف نأخذ المنزل من رقم 3 في مقاتل 2 في مقاتل 3 و سوف نحضر النجاح يمكن أن تخذت هذا القاعدة يكولون رقم 5 في مقاتل 3 و سوف نحضر النجاح وين ستة اثنان ستة واثنان سبعة سليمين إذا المرض متنحي الآن بالنسبة لي إجراغ ولا إكس سنرى إذا سألقى لك حدد كيفية انتقال مرض الهيموكول كلوبينوز عند هذه العائلة وعطيه معلومة إجابتك الأنماط الوراثي بينا كيفية انتقال بالنسبة للسيادة نرى الآن السيبغي إذا كان السيبغي إجراغ خصي يصيب الذكور دون الإينات بما أن الأنت رقم جوج 3 مصابة فإنه غير محمول إلى إجراغ بالنسبة لي الآن إكس ما هي القاعدة؟ إذا كان المرض متنحي ندير علاقة بنت أب كل بنت مصابة تنحذر ضروري من الأب المصاب البنت إذا كانت مصابة خصي الأب المصاب إذا بما أن البنت جوج 3 مصابة والأب رقم 1 و1 سليم إذا المرض غير محمول إلى إكس وبالتالي فالمرض محمول إلى سيبغي لا جيسي الأنماط الوراثي الآن بغنى الأنماط الوراثي الآن تجوج 1 مصابة المرض بما أنه محمول إلى سيبغي لا جيسي لدي الحق أن ندير سيبغيات لا جيسية بما أن المرض متنحي يطلب مني الرموز سيقوم بعمل جران تي وبيتي تي إذا كان سائد جران تي وهو الحالي العادي والمتنحي وهو الممرض الشخص رقم 1 سليم إذا السليم يجب أن يكون عنده جران تي مرة يحدد خلف بالنسبة للخلف Soft عطا lifts سوف نعطيه جوج سوف نكسب له جوج إما متشابق تيران جران تي جران تي إما جران تي جران تي أو سوف نكسبها أو يقدر يكون عنده جران تي بتي تي متفقين؟ بجوجه بالنسبة لرقم جوج نفس الشي متفقين؟ لا يوجد إشارة لكي نعرف كيف كان سوف نقوم بجوجه بالنسبة لرقم جوج ثلاثة مصاب المرض متنحي إلى متنحي يجب أن يكون عنده تنائي التنحي بتي تي بتي تي متفقين الشباب؟ دائما القاعدة إذا المرض محمول لاسب غلاج جنسي والفرد مصاب فإن هذا الفرد متشابه الاقتران وتنائي التنحي مزيلا لدينا المشكلة في هذا وفي هذا لم نعرف نحضر نمط الولاية هنا كان الهجرة الكهربائية لأن الهجرة الكهربائية أدق نرى ما يجعلنا في الهجرة الكهربائية إذا قصد التحديد الدقيق لهذه الأنماط الوراثية تم اعتماد تقنية الهجرة الكهربائية لتفريق أنواع الخضاب الدموي عند بعض أفراد هذه العائلة وتم الحصول لنا تعيج الموبايل المهم لاحظ معي رقم جوج ثلاثة ثلاثة نحضر نحضر نمط الوراثية أعطيناها ثلاثة ثلاثة بالنسبة للمرض هو الذي يكون فيه النوع لأنه يكون هناك شيء تابع للتمرين لاحظة هي HBC هي الممريضة HBC هي العادية الخضاب الدموي العادي لاحظة بالنسبة لرقم 2 لاحظة من حالة HBC لماذا؟ لأنه يوجد أن تكون من حالة إنه ساميكة ونحضة هناك رقم 2 ونفاتيحة وهذه حالة داكنة ثلاثة يوجد حالة حالة ثلاثة حالة التي رأيتنا من قبل كان ستزادي وهذا كان ستزادي صورة تلوانا يعني أنه يوجد حالة لذلك نحن نحن حالة حالة أشبادة المرض متنحي بالنسبة للرقم 2 لديها بعض الحليلات واحد العادي واحد الممريض إذا العادي سأعطيه 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 والمرض المرض متنحي سأعطيه أعطيه حدثت نمط الوراة القبيلة كنت تشارك حسب الهجرة الكهربائية يوجد مختلفة بالنسبة للرقم 1 لدينا عادي لا يمكننا أن نحسب لا يمكننا أن نحسب اذا كنت تحسب صحيح إذا كنت تحسب خاطئ نستطيع أن نتحرك التأكد من نمط الوراة لدينا عادي لدينا عادي الحليل العادي هو السائل في المظهر الخارجي في النمط الوراة متشابهة مزيد كان هذا السؤال كيف تمكن هذه النتائج من تأكد من النمط الوراة لدينا عادي وجود شريطين أو حليلين للحليل للبروتين العادي لذلك لأن النمط الوراة تنحي تنحي أما هذا بالنسبة لوجود حليلين حليلين العادي وحليلين الممرض الخاص بالمرض متختلف اقتران وجود حليلين بالنسبة للنوع العادي HPA متشابهة تيران جرونت تفقين هذا القضية الهجرة الكهربائية بالعكس سوف نعمل بها أحسن و أدق و تكون مؤكد من الإجابة لاحظة إذا رجعنا لهذه لديكم أحد دولية عندما نرى الشجرة من هنا لنعرف أنه محمول لا إغرق ولا إكس لا جنسي لاحظة هنا من شريط هناك جوج و هناك جوج رقم جوج واحد ذكر و رغم ذلك عنده جوج ذي الحاليات رقم جوج أنت و جوج الحليلات إذا بما أن الذكر و أنت عنده جوج الحليلات جوج الحليلات سوف نعرف لا جنسي